جلسة البرلمان قانونية بهذه الجملة حسمت المحكمة الاتحادية في العراق الجدل بين الكتلتين المتصارعتين الإطار التنسقي الموالي لإيران وكتلة الصدر على رئاسة البرلمان وبهذا الحسم تكون كتلة الصدر وحلفاؤها تقدم خطوة في الصراع المفتوح على الرئاسات الثلاث وأهمها رئاسة الحكومة تقدم تقول وكادة فرانس بريس إنه لا يعني بداية الاستقرار في العراق تقبل مزيدا من التوتر بينما وصفته بالمعسكرين الشيعيين وهما قد يكون بداية لصراع مسلح بينهما ويقول خبراء أمنيون إنه في غياب المفهوم الحقيقي للديمقراطية في العراق يبقى خطر الفوضى قائما لأن القوى الخاسرة لا تقبل استبعادها وتهدد بنزول ميليشياتها إلى الشارع في رفض واضح للهزيمة على الجانب السياسي يبدو أن قرار المحكمة الاتحادية لن يكون آخر خيارات الإطار التنسقي ومن ورائه إيران التي لن تقبل بخروج رئاسة الحكومة في العراق من تحت عباءتها فلا يزال الثلث المعطل كما في الحالة اللبنانية واردا أمام إيران وحلفائها ما قد يجبر الصادر وهو ليس بعيدا عن طهران لرضوخ لها في آخر المطاف ذلك بدون المالكي أو القبول بوجوده حتى وتؤكد تقارير صحفية أن خوف إيران وأحزابها في العراق على نفوذه ما هو المشكلة الأساس لما وصلت إليه البلاد من انسداد سياسي وأزمات على رأسها الفساد وتشير تلك التقارير إلى أن ذات الأحزاب تعلم أن الصيغة الحالية التي تم بناء العراق عليها منذ عام 2003 لم تعد تلبي طموح الشارع وخصوصا متظاهري تشرين الذين يحاولون جاهدين قلب الطاولة عليهم في وقت تسابق تلك الأحزاب الوقت للاتفاق على صيغة جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق